في ظل انفلات أمني وسيطرة شبه كاملة على العاصمة الموقتة عدا من قبل ميليشي الانتقالي تعيش حكومة المحاصصة وضعا استثنائيا يهدد استمراريتها ومع فقدان الفاعلية السياسية وجمود لداء البرلماني وغياب لمؤسسات الدولة الشرعية يصبح الوضع أكثر هشاشة وتعقيدة تصاعدت حالة الفلتان الأمني التي تعيشها العاصمة الموقتة عدا منذ عودة الحكومة حيث شهدت المدينة تفجيرات عديدة أثناء وعقب عودة الحكومة واشتباكات متقطعة في كثير من أحياء المدينة فمنذ أربعة أيام تشهد المنصورة تبادلا لإطلاق نار بين فصائل مسلحة تابعة للانتقالي لم تكتفي تلك الميليشيات بتحويل عدن إلى جحيم على سكانها وإخضاع الحكومة إلى ما يشبه لقامة الجبرية في قصر المعاشيق وتعطيل مؤسسة الدولة بل عمدت قوات تابعة للانتقالي متحكمة بميناء عدن إلى احتجاز محاليل خاصة بمرضى الفشل الكلوي في تعز منذ أسابيع دون أسباب واضحة فبحسب مصدر يعمل في ميناء عدن فإن كمية المحاليل المخصصة لمرضى الفشل الكلوي في تعز كانت قد وصلت إلى الميناء منذ عدة أسابيع فيما لا تزال القوات التابعة للانتقالي ترفض السماح بمرورها وفي سابقة خطرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان تواصل ميليشيات مجهولة في عدن منذ أكتوبر من العام المنصرم اختطاف وإخفاء الشيخ عبدالقادر الشيباني الذي يبلغ من العمر سبعين عاما ويعاني من أمراض مزمنة منها الفشل الكلوي حيث كان في طريقه لاستكمال العلاج في الخارج مراقبون يرون أن استمرارية الانتقالي والذي صار شريكا في حكومة المحاصصة بسلوكه الميليشيوي يهدد بنهيار اتفاق الرياضة ويعيد الأمور في العاصمة الموقتة عدن إلى نقطة الصفر فيما رعاة اتفاق الرياض اكتفوا بالإدانة للممارسات الانتقالي في وضع يجعلهم بنظر الكثيرين شركاء في تميع الاتفاق والالتفاف على بنوده المتعلقة بالشق العسكري والأمني ترجمة نانسي قنقر